اكدت مصر تمسكها بالمطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها كل من السعودية ومصر والامارات والبحرين للحكومة القطرية وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وقام بإبلاغ الملك رسالة شفاهية من الرئيس السيسي تناولت تقييم مصر ورويتها للتطورات المتلاحقة في المنطقة وتأثيراتها على استقرار الدول العربية وشعوبها وتطرقت محادثات وزير الخارجية مع جلالة الملك المفدى إلى تطورات الأوضاع في لبنان واليمن والعراق وسوريا وكذلك أزمة قطر حيث تم تأكيد على التمسك بالمطالب الثلاثة عشر باعتبارها المعيار الذي يتم على أساسه قياس التغيير في المواقف والسياسات القطرية السلبية وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير شكري أكد خلال المباحثات على دعم مصر الكامل لأمن والسقرار البحرين مشددا على تضامن مصر الكامل مع المملكة ووحدة المصلحة للبلدين والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي العربي وإذانة مصر لكافة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تسهدف أمن والسقرار البحرين ترجمة نانسي قنقر